قصة قصيرة للأطفال الفيل والثعلب كان الفيل الكبير الضخم صاحب الخرطوم الطويل يسير في الغابة بسعادة وفجأة سمع صوتا يستنجد ويقول ساعدوني ساعدوني تجمع عدد من أصدقائه ولكن لا يعرفون كيف ينقذون صديقهم الصغير اقترب الفيل بسرعة من الثعلب وضربه بخرطومه ضربة ألقت به أرضا ونجى الفرخ من خطر محقق تألم الثعلب وأخذ يصرخ هاربا طالبا النجاة من الفيل الضخم عند ذلك تقدم الفرخ من الفيل وشكر له صنيعة تجمعت حيوانات الغابة تشكر الفيل وتهنأ صديقها العصفور الصغير على نجاته من الثعلب الماكر فقال الفيل لا شكر على واجب ماذا نتعلم من القصة؟ نتعاون؟ نساعد بعضنا؟ التواضع؟ التآخي؟ المحبة؟ شكرا لك